نحن بخطابنا الأخير بعد التصويت على قانون اللجنة الأولمبية طلبنا أن الحكومة من الآن تترك الخلافات هي واللجنة الأولمبية تترك الخلافات السابقة وعلى الحكومة أن تهيي الظروف المناسبة والملائمة لكل الرياضيين يعني أن تعيد بناءها التحتية أغلب بناءنا التحتية المتمثلة بالملائب واللقاعات الرياضية يأما متوقفوا عن العمل بسبب مشاكل بين وزارة الشباب والمقاولين وأما مشاريع متلكئة يعني وصلنا رسالة إلى مجلس الوزراء إلى سيد وزري شباب الرياضي أن يكون اهتمامهم فقط في البناء التحتية وترتيب العلاقة بينهم بين اللجنة الأولمبية في صالح الرياضي هاي المشاكل السابقة اللي كانت تعطل العمل اللجنة الأولمبية تعطل العمل الاتحادات نتمنى أن تزال وتنتهي ويبدون علاقة مفتوحة وعلاقة طبيعية من أجل النهوض بالحركة الرياضية